أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي تقدير مصر للتعاون مع المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشيدا بالدور الذي يقوم به مكتب المفاوضية في القاهرة لدعم جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وطالب اللجوء المقيمين في مصر وخلال لقائه المفاوض السامي لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب بوغراندي بنيويورك أكد وزير الخارجية أن تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات لجوء جديدة عام 2023 وأكد حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية